زي ما قلنا قبل كده خيبر عبارة عن حصون ضخمة جدا ضخمة وكثيرة وبداخلها خيرات والمسلمين عشان يفتحون هذه الحصون لازم الوقت والقوة والاجتهاد والإيمان بالله سبحانه كلها متوفرة إلا المأونة كانت قليلة عند المسلمين إذا كان أول حصن اللي هو حصن ناعم استغرق من المسلمين 15 يار نصف شهر في حصن واحد فإيش سووا الصحابة في باقي الحصون خصوصا أن المسلمين فتحوا حصن ناعم وما بداخلها أي مأونة ما فيها أي شيء فقط كان هو جدار منيح لابد للمسلمين أن يقتحمونه عشان يبدون في باقي الحصون في قصة اليوم المسلمين بيدخلون في مجاعة قوية جدا وفيه رجل بين المسلمين كان يقاتل قتال شديد جدا بس النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بأن من أهل النهار واللي خل الصحابة يدخلون في نوع من الفتنة والاختبار من الله سبحانه وتعالى كيف هذا الرجل اللي يجاهد ويقاتل في سبيل الله يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار فكيف خرجوا المسلمين من هذه المجاعة القوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم يا رب العالمين كيف حالكم؟ شارنكم خير واموركم طيب قبل ما نبدأ قصة اليوم حاب أقول لكم شيعة سريعة بما أن الفترة اللي راحت بديت أن نزل قصص مختلفة وبرضو بدينا سلسلة جديدة اللي هي سلسلة البداية والنهاية تلخبط على بعضكم اللي يمتابعني من البداية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإيش اللي سويت أنا قمت ورتبت لكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بلايلست خاصة فيها أو قائمة تشغيل خاصة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة من غزوة بدر إلى آخر قصة نذكرها كل قصة جديدة راح نذكرها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بتلقاها في البلايلست هذه أو في قائمة التشغيل هذه وبرضو إذا أنت مهتم في باقي القصص اللي أنا أذكرها سواء من القصص المختلفة أو السلسلة الجديدة اللي هي سلسلة البداية والنهاية بتلقاها في قوائم تشغيل خاصة فيها عشان ما نتلخبط في المستقبل وبما اني طلعت هذا الشي من خاطر خذلك شي تاكله لا تنسى التابعني في كل السوشال ميديا اكتب أنس أكشن وبإذن الله العلي العظيم راح أطلع لك وبرضه بتلقى روابط في الدسكريبش ومن دوم نطول بسم الله نبدأ قصون خيبر مقسمة لقسمين زي ما قلنا قبل كي اللي بالمقدمة خمسة حصون وهي قسمين بعدها قسم في وادي اسمه وادي النطاح وفيها ثلاثة حصون يعني في الوادي هذا ثلاثة حصون حصن الناعم اللي فتحوه المسلمين اللي ذكرناه في القصة اللي راحة ومن بعدها حصن الصح ومن بعدها حصن قلحة الزبير اسمه زي كير هذا اللي في وادي النطاح أما القسم الثاني أو الشق الثاني هو في منطقة اسمها الشق وهي حصنين حصن أبي ونزار وهي على منطقة مرتفعة أكثر من وادي النطاح يعني عندك الوادي ومن بعدها مرتفع شويتين ومن بعدها مرتفع كبير وهي الحصون الكبيرة وهو الشق الثاني الشق اللي وراء وهو الكبير وحتى أسماءها عجيبة يعني أسماءها صعبة شوية حسن القموس وحصن النطيح شفت كيف وحصن السلالم والظاهر أن هذا بعيد جدا يعني من اسمك كثيرا فيه السلالم أتمنى أنك تصورت خيبر الحين أمامه وهذه النطاة منطقة الشق أو من بعدها المنطقة العليا وأعلاها حصن السلالم طبعا المسلمين قاتلوا قتال شديد حتى فتحوا حصن ناعم بس حصن ناعم طولوا فيه جلسوا 15 يوم فنفذت المؤونة يعني الجيش دخل في شبه مجاعة وكانوا المسلمين معتمدين على الخيارات اللي راح يكسبونها من خيبر كانوا يعني بيحاربون حتى يفتحون الحصون ويأخذون الخيرات ويستمدون من هذه الخيرات الطاقة بعد الله سبحانه وتعالى في فتح باقي الحصون بس الصحابة ما حسبوا حساب أن حصن ناعم إنه ما فيه أكل ولا فيه مؤونة أبدا والمسلمين طولوا فيه جلسوا فيه نصف شهر بس انصدموا إن حصن ناعم ما فيه أي شيء حصن فقط منيع يعتبر للحماية حين الصحابة جتهم صدمة كانوا يعتقدون بأن بيفتحون حصن ناعم من بعدها راح تجيهم الخيرات وقد أكلوا كل المؤونة عشان يفتحون حصن ناعم يعني كان في عقلهم بنفتح حصن ناعم بنأكل لكن فتحوا حصن ناعم ما فيه أي شيء فاختلطت مشاعر الصحابة هنا بين الفرحة والحزن فرحة إنهم فتحوا حصن واحد والحزن إنه ما فيه أكل راح يهلكون وميه هذه الصدمة الوحيدة لأن الصحابة ما كانوا يعرفون بأن الله سبحانه وتعالى بيمتحنهم امتحان ثاني غير الجوع طبعا في فتح حصن ناعم كان فيه رجل غامض يقاتل قتال شرس فالصحابة رضي الله عنهم انعجبوا في قتال هذا الشخص كان يقاتل قتال شرس جدا فكان الصحابة يتحدثون أمام النبي صلى الله عليه وسلم عن شراسة قتال هذا الشخص أو هذا الرجل بس انصدموا من ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال أن هذا الرجل من أهل النار ومو من أهل الجنة فانصدموا الصحابة من اللي يسمعوها يا رسول الله من أهل النار كيف يا رسول الله من أهل النار كان يقاتل قتال شرس ما شفناه إلا مقاتل قتال قوي جدا طبعا هذا الرجل اللي قاتل قتال شديد كان فيه جراح كثيرة يعني من شدة قتاله كان يقاتل بشراسة إلى درجة أنه انجرح كثير والجراحة كانت كثيرة في جسده فكان يتعالج في الخيام في يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار كاد بعض الناس أن يرتاب يعني جاء في قلبه شك ويوسوس لهم الشيطان لكيف هذا مقاتل وقاتل قتال شديد بل جرح جراح بليغة جدا يكون من أهل النار كان بعض الصحابة يراقب هذا الرجل لأنه قاتل قتال شديد وجرح كثير بسبب استبساله في القتال فكانوا يراقبونا فانصدموا بشيء سواه هذا الرجل والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم جارسين إلا برجل يصرخ ويصيح الله أكبر صدق رسول الله قاموا الصحابة وسألوه ويش فيه قال لم يصبر على جراحه فأخذ سهم من كنانته وأنذد بهذا السهم في عنقه يعني باختصار خلص على نفسه انتحر فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر أشهد بأني عبد الله ورسوله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال بأنه ينادي في كل الصحابة فنادى بلال رضي الله عنه في الصحابة كلهم وقال إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلم وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر الله يكفينا الشر المهمة طبعا مقاتلين أهل الخيبر انحازوا مباشرة إلى الحصن الثاني اللي هو حصن الصعبة دفلوا على أنفسهم وتخبوا وراها ونفس الطريقة يطلعون فوق الحصن ويرمون من فوق الحصن على المسلمين يرمون عليهم بالنبال ويقاتلونهم بالحجارة نفس طريقتهم الأولى ونفس ما ذكر الله سبحانه وتعالى يعني باختصار جبناء أهل الخيبر يرمون بالنبال والحجارة والمسلمين يأخذون الحجارة ويردونها عليهم والله كنت شفت المشهد هذا قبل كذا بس خليني ساكن سبحان الله طبعهم واحد ما يتغير المهمة قاتلوا الصحابة قتال شديد بدوا ويستميتون في القتال والجوع والعطش بدأ يزيد ويزيد في الصحابة خلاص وصلوا إلى درجة الهلاك خلاص بيموتهم من الجوع والعطش كانوا الصحابة يجتمعون في آخر اليوم من القتال ويدعون الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربتهم يعني الوضع جدا صعب تقاتل ناس جبناء يصعدون فوق الحصون ويرمون فكان الأمر جدا صعب على الصحابة صعب نفسيا وبدنيا نهموا الصحابة اليوم الأول وقاموا لليوم الثاني ويقاتلون بنفس الشرازة يستميتون بالقتال ويحاولون بقدر المستطاع أنهما يبينون لأهل الخيبر ومقاتلين خيبر أنهم جيعانين أو فيهم شيء يعني كل واحد وجهها مثل الصب لا يبدي أي مشاعر وأي رحمة وأي ضعف للخصم والمسلمين يرمونهم برميهم اللي رموهم بس حسوا الصحابة أن أهل الخيبر بدوا يرمون بشيء مثل الآلة يعني صار رميهم قوي شويتين يعني هذا الرمي مهو برمي آدمي كأن في مدفع أو من جنيق جالس يرمون به فاشتد القتال وكأنه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى جوع وعطش والرمي بدأ يشتد عليهم سارت الحجارة أكبر حجم وأقوى في الرمي على المسلمين خلص القتال في اليوم الثاني من حسار حسن الصحابة ورجعوا المسلمين لخيامهم وهم يتفكرون في هذا الشيء اللي حصل وشو هذا الشيء اللي جالسين يستخدمونه أهل خيبر وهم على حالهم يدعون الله سبحانه وتعالى ويخططون إلا وهم يشوفون حمير أهلية حمير جالسة تمشي والمسلمين بيموتهم من الجوء فقاموا المسلمين قاموا على طول وقالوا يا ولا تخلونا نصيد هذه الحمير فقاموا الصيادين من الصحابة واركبوا على خيولهم ويصطادون هذه الحمير وفعليا استادوها كلها ما ذكر كم عددها لكنها كانت حمير كثيرة دبحوها هذه الحمير بسرعة ورموها سريع سريع في القدور وصب لك شويتين ملح ويجيك أحلى سليك حمير على كيفك طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف إلا من ريحة شي جالسة يطبخ الريحة انتشرت وعرف النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يطبخون حمير أهلية والظاهر إن هذا الحمير كانت لأهل خيبر والصحابة جالسين يقلبون في القدور إلا بمنادي ينادين إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمير الأهلية أو الإنسية فإنها رجس وفي رواية ثانية نجس الصحابة بيموتون جوح وحابة من قوة الجوح بعضهم قد أكل نص الفقر قد بدأوا في الأكل حتى يوم سمعوا هذا الكلام رموا اللي في أيديهم مع شدة الجوع اللي كانت فيهم وقفوا الأكل مباشرة وسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصحابة قام يستفرغ وكان بعض الصحابة يتعمد الاستفراغ يعني يدخل أصابعه في حلقة ويستفرغ اللي في بطنه على قوة الجوع اللي كانت فيه يقولون الصحابة شنا القدور وقمنا كبيناها كاملة وحنا قلوبنا بتتقطع إذا وصل الواحد لمرحلة من الجوع ما يدور على الشيء اللي قاعد يعمل خلاص أي شيء بيكون ألذ شيء باختصار قاموا الصحابة وكبوا كل القدور في الأرض وهم يا الله يا الله يشلون القدور من الجوع ولا فيها أكل أبدا فحزنوا الصحابة ولكنهم كانوا متأكدين ومعتمدين على الله سبحانه وتعالى وكانوا يتبعون أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرف حتى اللي أكل منها قام يستفرغ لو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نطوا في النار نطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم فهم الصحابة اللي دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بأساده ما تبغى يستفرغ اللحم بس النبي صلى الله عليه وسلم واساهم بالكلام هذا وقال إن الله سيأتيكم برزق وأحل من دا وأطيب من دا شفت هذا اللحم النجس ربي سيبدلك خيرا منه بس اصبر طبعا هذا الكلام عزز في نفوس الصحابة تعزيز كبير فاستعادوا نشاطه وعرفوا بأن النصر رح يكون قريب طبعا في هذا الغزوة حرمت الكثير من اللحوم لحم الحميرة الأهلية وغيرها من اللحوم اللي مذكورة في النصوص وفي الأحاديث وفي هذا الغزوة برضو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكرات وبعدها تصلي في المسجد فهم انهيها شفتوا كل هذا التشديد والتحريم والنهي من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا في حالها من المجاعة لا يعلم في حال الله سبحانه وتعالى كل هذا كان اختبار من الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يختبر الصحابة ويختبر صبرهم فما تتخيلون إش اللي صار بعدها فصبروا الصحابة وقاتلوا وآمنوا بالله سبحانه وتعالى وحده وسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالحرف فبعد هذا الموقف تحولوا الصحابة من بشر عاديين إلى وحوش بشرية وكانوا يقاتلون شوية ويستريحون شوية وهنا حصل موقف عجيب وهم مستريحين في المخيم حقه بعد ما رجعوا المسلمين لمخيمهم شاف النبي صلى الله عليه وسلم رجل كان معه أغنامه قد خرج من الحصن بعد ما هدي الحرب عشان يرعى بغنمه شويتين كان يعتقد بأن المسلمين ما راح يشوفونه فأول ما شافها النبي صلى الله عليه وسلم قال من رجل يطعمنا من هذه الغنم فقام واحد من الصحابة اسمها أبو اليسر فقال أنا يا رسول الله لها خلا هي عندي وبأسرع من البرك ركب هذا الصحابي على خيله وخيله يركض من سرعته فهذا الراعي شاف إلا بالخيل جاية من بعيد الخيل يسابق الريح فقام هذا الراعي يهش غنمه بسرعة عشان يدخلهم الحصن والخيل هذه جاية من بعيد فقام هذا الراعي يدخل أكبر عدد من الغنم وعلى آخر لحظة قبل ما تدخل آخر غنمتين يشيل هذا الصحابي تحت إبطيه غنمتين وهو راكب على الخيل شل غنمتين تحت إبطيه على الإبط اليمين غنمه وعلى الإبط اليسار غنمه والخيل يجري بأسرع سرعة يقول وأرجع للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا شايلها وماني مستوع شايل غنمتين وراكب على الخيل هذه احتاج لها مهارة قوية يقول ما حسيت بثقل الغنمتين إلا يوم وصلت عند النبي صلى الله عليه وسلم بدي يحس بالتنميل في يديه من ضغط الغنمتين في إبطح يقول ما فكيتها اللي انطرحتها عند النبي صلى الله عليه وسلم رزق الله سبحانه وتعالى وكأن الله سبحانه وتعالى يبدلهم بدل الحمير هذيك غنمتين أطيب بكثير من هذاك اللحم النجس بس الغنمتين هذي اشي تسوي مع 1400 صحابي على غنمتين بس تعتبر تصبير وجاء اليوم الثالث للحصارة خلاص الصحابة استقبوا شويتين وبعد ما واساهم الله سبحانه وتعالى بالغنمتين هذي استبشروا الصحابة ورجعت لهم طاقتهم اشتد القتال كان فيهم طاقة بس الطاقة هذه انتهت في أول عشر دقائق ما مر عشر دقائق للصحابة يتخابطهم الجوع بس حاولوا بقدر المستطاع ما يبينون تعبهم ولا جوعهم لمقاتلين خبر بس مع القتال تعبوا تعبوا تعب شديد فرحوا مجموعة من الصحابة من بني أسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا تعبانين تعب شديد وجوع كانوا في نص القتال يقاتلوا وقالوا يا رسول الله تعبنا يا رسول الله جهدنا جوعا ضعيفنا محن زي أول يا رسول الله وهنا النبي صلى الله عليه وسلم تألم وبدت ملامح الحزن على النبي صلى الله عليه وسلم تبين ففي لحظتها ومشاعر النبي صلى الله عليه وسلم بالحزن عارية جدا رفع يديه لله سبحانه وتعالى ودح وقال اللهم إنك عرفت اللهم إنك عرفت حالها وأن ليست بهم قوة وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياها فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم عنها وأكثرها طعاما والصحابة يقاتلون سمعوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه فاستبشروا واشتهدوا وعرفوا بأن الله سبحانه وتعالى سيستجيب وبأن نصر الله سبحانه وتعالى قريب إلا بقدرة قادر وجيه أهل خيبر تتغير ويمتلي وجيههم بالرحبة وبدوا يتراجعون وكأنهم أول مرة يرون ما يرون وكأن الله سبحانه وتعالى مد الصحابة بملائكة أو مدهم بطاقة قوية جدا تجعلهم يحاربون بشدة إلى درجة أن أهل خيبر بدوا يمتجعون ويخافون من المنظر اللي يشوفونه ومن قوة الصحابة أو أن الله سبحانه وتعالى بث في قلوب أهل خيبر الخوف والحزن وحب الدنيا زي ما قلنا قبل الشخص اللي يحارب لدنيا ضعيف 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 جدا أما اللي يحارب لآخرها ولله سبحانه وتعالى ما حد يقدر يوقف في وجهه فكبروا الصحابة يمشافوا وجيههم خافة كبروا وضربوا الأبواب بأقوى قوتهم يكبرون ويضربون الأبواب وهم يضربون الأبواب إلا الأبواب فعليا بدأت تنهار يسمعون طقطقة الأبواب هي تتكسر ودخلوا الصحابة أول حصن وأول ما دخلوا صدموا الصحابة من اللي شافوا خيرات كثيرة جدا شافوا اللي كانوا يتمنونه من زمان أنواع الخبز والفواكه والتمور بجميع أنواعها وأشكالها وهم بيموتون جوع وشافوا الشيء اللي كانوا يتفكرون فيه من قبل الشيء اللي كان يضربهم بقوة أو يرمي عليهم عجارة كبيرة اللي هو المنجنيق فتشجعوا الصحابة وانسحبوا أهل خيبر يمشافوا القوة في وجيش الصحابة انسحبوا وحبهم للدنيا خلاهم ينحازون إلى الحصن البعد ويتخبون خلفها واللي هو حصن قلعة الزبير وكان هذا الحصن زي ما قلنا فيه مرتفع شوية وعلى اسمه كان زي القلعة وكانوا أهل الخيبر تنقسموا لقسمين ناس اندسوا أو حاربوا فيه حصن الصعب وناس قالوا خلوا حصن الصعب وانحازوا إلى الحصن اللي البعد واللي هي قلعة الزبير كان قلعة الزبير في مرتفع فاللي كانوا في قلعة الزبير يمشافوا أخوانهم وأهاليهم دخلوا معهم في القلعة الزبير تحطمت معنوياتهم خلاص حسوا بالهزيمة والمسلمين بينجنون فرحة دخلوا وشافوا هذه الخيرات كلها اللي جالس بين الخبز يا واللي بين القمح يسوي له خبز واللي بين التمر والفواكه أهل الخيبر خسروا الكثير من المؤونة بس قلعة الزبير كان في مؤونة هاسر فما كانوا متحطمين كثير يعني تقريبا خسروا الربع بس المسلمين نفسياتهم تعدلت أكلوا وشربوا وفرعوا باللي حصل له وبفتح الله لهم وبأن الله سبحانه وتعالى استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأن بشارة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سيبدلهم خيرا منه وأطيب منه اللي هو لحم الحبير تحققت فبدأوا أهل الخيبر يلومون أنفسهم يتلاومون بين بعض فاللي إن حازوا إلى قلعة الزبير من قبل قالوا حنا قلنا لكم أنكم تجون معنا من أول واللي كانوا يقاتلون في حصن الصعب يقولون أنتم ما جلستوا معنا ولا كانوا ما دخلوا حصن الصعب فبدأ النقاش الحد بينهم ومع هذا النقاش الشديد بينهم طالحوا ناس من أهل الخيبر طالحوا يصيحون في خيبر نفسها آمنوا بالله آمنوا بالله التوراة موجودة فيها محمد والله سبحانه وتعالى خبرنا عنه وإن سيظهر ولكن هذا كل كبر في قلوبكم كنتوا تتمنونه من نسلكم ولكن الله سبحانه وتعالى فعل ما يريد علمهم أنهم جلستوا يتناقشون نقاش طبيعي ولكن الكفر اللي كان في قلوبهم والغيط والحقد ما خلاهم يسمعون حتى طبعا مباشرة من بعد فتح حصن الصعب بدأ حصار حصن قلعة الزبير والمسلمين في حصار قلعة الزبير وفي آخر الليل خرج رجل من أهل الخيبر واتجه لخيام المسلمين كان اسمه غزان وكان ينادي يا أبا القاسم يا أبا القاسم بس كان يحاول أن يخفض صوته عشان أهل الخيبر ما يسمعونه ويدروا أنه نزل في آخر الليلة وما كان مع سلاح أبدا فأمنوه الصحابة ودخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم أنا أريحك من هذه القلعة هذه القلعة خلاص في جيبي وهذه القلعة هي آخر حصن وهذه النطاعة وتصير تنتقل للقسم اللي بعد اللي هو قسم الشق بس بشرط يا أبا القاسم تؤمنني أنا وأهلي وأولاتي وتأمن لي مالي وحلالي كله على أن يعلمك هذا السر اللي بيفتع لك هذا الحصن فأمنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم الحصن هذا يا أبا القاسم لو تجلس سنة عندك تقاتل هذا الحصن لا تستطيع فتحه أبدا أنا عندي سر لك إذا عرفته راح تنتصر من أول ليلة فيه جداول تحت الأرض جداول من الماء يخرجون أهل الخيبر لهذا الجداول يستقون ويشربون ويتقوون على حربه في الماء في هذا الحصن ما ينقطع وهذا سبب انقسامنا لنصفه فكان منا جزء انحاز لهذا الحصن لأننا دارين أن هذا الحصن ما راح ينفتحه أبدا فأنا لي الأمان على مالي وأهلي على أن يعلمك وينما كانها فتقطع عليهم الماء فأول ما تقطع عليهم الماء ينقطع عليهم هذا الجدول فيه ينقطع عليهم الماء تماما فعليا ينقطع تماما يموتهم من العطش وفعليا غزال هذا كان صادق في كلامه ورح مع المجموعة من الصحابة يوريهم وين مصدر هذه الجداول وقطع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الجداول وجلسوا المسلمين في هدوء ينتظرون إيش بيصير فيهم؟ وكان هذا الهدوء ما قبل العاصفة اللي لازم تعرفونها أن الشخص إذا وصل إلى درجة الموت يصير فيه حالة من الجنون يستميت يعني إيش يستميت؟ يعني في كلتا الحالتين بموت فبختار الحل اللي فيه احتمال حياة أكثر في جلوسهم في الحصن رح يقتلهم رح يموتون العطش أما خروجهم للقتال فيه احتمالية نجاح ولو واحد في المية يا رجو كانوا المسلمين في انتظار جاهزين ماسكين أسلحتهم فجأة إلا بأهل الخيبر كلهم يخرجون من الحصون لابسين الدروح مستميتين في اللي خرجوا يقاتلون بشراسة قوية شراسة قوية جدا وكانوا محاربين معترفين فقتل من المسلمين مجموح وانجرح من أهل الخيبر مجموح والسبب أنهم أهل الخيبر عشر ألاف والمسلمين ألف وربعمائة لكن الله سبحانه وتعالى بث في قلوب أهل الخيبر الرح فخرجوا وكأنهم شافوا أسود قدامهم مهم بشرة فانسحبوا ودخلوا في حصن أبي وهو في منطقة الشق فلحقوهم الصحابة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمنجنيق فوضع النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق نصب عيونهم وهم في حصن أبي فأول ما شافوا المنجنيق حقهم بدوا يهدون أهل الخيبر وعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو رماهم بالمنجنيق بتدمر حصن بتدمر منجنيق بكسر حصن فخرج رجال من أهل الخيبر إلى المبارزة على الطريقة التقنيدية القديمة وكأنهم يقولون خلونا نرجع زيقابل يعني كده أقل شي تعطونا فرصة أن نفوس فخرج رجل من أهل الخيبر كان قوي جدا طلع ويمشي ويتفاخر على نفس طريقتهم الأولى يتفاخر ويمشي ويلعب بسيفة خرج لها أبو دجانة بعصابة أهل حمراء تولى الأمر كامل قتلها أبو دجانة وركض أبو دجانة على أبواب الحصن والحقوه الصحابة واصمروا الصحابة ودخلوا حصن أبي مع أنهم دوبهم مسترحين من قتال هنا أهل الخيبر تحطم تحطموا تماما اشهدوا للحوش فعليا دوبهم خلصوا من القتال ومعهم من جنيق ولا استخدموا المنجنيق فعليا قلوبهم انتلت بالروح تخيل معهم من جنيق ويقاتلون بأيديهم وقاموا أهل الخيبر وهربوا من حصن أبي تماما ودخلوا حصن نزار وانقسموا أهل الخيبر لنصفين ناس يقاتلون تحت وناس يرمون من فوق يعني ناس يرمون من فوق الحصن وناس يقاتلون الصحابة لأن ما يمداهم حتى يشردون ما يمداهم يهربون ويسكلوا على أنفسهم الصحابة مستميتين خلاص داخلين كل واحد يبغى الشهادة يبغى النصار وقاتلوا الصحابة قتال شرس يليم بدون يزحبون أهل الخيبر شوي شوي يليم في آخر لحظة قفلوا عليهم في الحصن هنا صار باقي قدام الصحابة حصن نزار وين النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يستخدم المنجنيق الصحابة باقي محامين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمنجنيق فرموا الصحابة جدار هذا الحصن بالمنجنيق فانصدموا من اللي شافوه من أول رمي انهدم جدار الحصن كامل طبعا الصحابة ما قد شافوا من جنيق قبل كده ولا استخدموا فانصدموا يعني من فعالية هذا الاختراح تهدم الجدار في لحظات ودخلوا الصحابة لحصن نزار وهربوا أهل الخيبر للقسم الثاني وهي الحصون الكبيرة الضخمة وكانت محوطة عليها وكأنها خيبر ثانية من كبرها يعني كأنهم دخلوا على خيبر ثانية الصحابة وكانت مغلقة جدا رسالله سبحانه وتعالى بث في قلوب أهل خيبر الرعب فعليا كانوا مرتعبين جدا وشاف النبي صلى الله عليه وسلم الرعب في قلوبهم من بعد ما شافوا فعالية المنجنيق في حصنهم فجاب النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق وحطها أمام عيونها وبدأوا الصحابة يقاتلون القتال القديم وما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق هذه المرة ما استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا الصحابة قتالهم الأول يأخذون نبالهم وحجارتهم ويرمونها عليهم فجلسوا الصحابة على هذا الحال 14 يوم والنبي صلى الله عليه وسلم ما استخدم المنجنيق بس نصابها أمام أهل خيبر عشان يخوفهم فخافوا خوف شديد لأنهم عرفوا بأن نهايتهم على هذا المنجنيق إذا فيه منجنيق خلاص انتهت حصونه فقاموا يرجعون لبعض ويتحدثون مع بعض ويتناقشون هل فعليا نبقى نخسر حصوننا هذه اللي بنيناها وبنوها إجدادنا فاتفقوا على أنهم يطلعون بالصلح فصاحوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلح ونزل كبيرهم من الحصن كان اسمه ابن أبي الحقير وكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا تقتلون المقاتلة منا واتركوا لنا أولادنا أما النساء خذوهما بس اتركونا أولادنا ولا تقتلون رجالنا وإن لكم الأراضي حقتنا ولا تخلوا لنا شيء إلا ثيابنا اللي علينا فقط فأخذوا الصحابة الغنائم كلها وسبوا النساء وكان من اللي سبيت صفية رضي الله عنها صفية بنت حيي بن الأخطب أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم واللي اتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ويخرجون أهل خيبر جاءوا مجموعة للنبي صلى الله عليه وسلم يتناقشون معها وقالوا له يا أبا القاسم اتركنا في مزارعنا يا أبا القاسم نشتغل فيها حين نشتغل فيها ولكم ثمارها بس خلونا في أراضينا فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم أجر على شغله أعطاهم جزء من الثمار كراتب على شغلهم في هذه المزارع اللي أصبحت من غنائم المسلمين ولي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عندها غلمان يشغلهم في هذه المزارع لأنه كان عادة يشغل الغلمان في هذه المزارع لكن مزارعهم كانت كبيرة جدا فارتاح النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرأي وهذا الشغل فاستعملهم وعطاهم حق شغلهم وبكذا فتحت خيبر وبقيوا أهل خيبر في خيبر إليه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وصى بوصية وقال فيها طبعا ما بقدر أقول لكم الحديث نصا بسبب أن اليوتيوب يتحسس من هذه الكلمة بس بحط لكم إياها نص وبحاول أشرح لكم الحديثة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أخرجوا كل شخص غير المسلمين من جزيرة العرب كاملا أي شخص باقي على دينه في جزيرة العرب أخرجوه والنص زي ما أنتوا شايفين فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم عمر بن الخطاب وأصبحت بحمد الله هذه الأرض خالية من الشركيات والبدأ إلى يومنا هذا الآن هنا وصلنا لنهاية معركة اليوم أو غزوة اليوم طبعا ما خلصت السيرة هنا لأن الأحداث الجاية جدا مشوقة مليئة بالأحداث ومليئة بالمعارك والقتال والبطولات نشوفكم إن شاء الله في المقاطع الجاية من هذه السلسلة وزي ما قلت لكم إذا أنت حاب هذه السلسلة طرقت سويت لها قائمة تشغيل من البداية للنهاية فيها كل الأحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر إلين آخر مقاطع حشان ما تتلخبط سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أصافرك وأتوب لك أشوفكم على خير بتوحشوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة